أهلا بكم مفيش أجمل من الست الحلوة صاحبة الابتسامة الجميلة اللي تحس فيها بالطيبة إيش تركيبة صاحة التركيبة إيه؟ تركيبة حلوة أوي أوي جزء من التركيبة دي مسؤولية صناعة الابتسامة أو مصمم الابتسامة صدقوني لو أقولكوا أنه مهمة أوي أن الابتسامة تكون مضبوطة عشان ما يبقاش بقى الوش حلوة والطيبة موجودة والروح الحلوة حلوة وكل ده طالع بأسنان تخليك تنسى ده كله الأسنان عندها قدرة جذب للعين لو هي مش معمولة صح فعلا مفزعة قدرة جذب تخليني أضع مسؤولية تصميم الابتسامة دي يعني مسؤولية كبيرة جدا ده أنا هقولك على حاجة أكتر من كده صدق أن العين تاخد على عيوب الأنف ممكن تاخد على عيوب الحواجب تاخد على عيوب الشعر تاخد عليه يعني عادي جدا ممكن أنت تبص الإنسان كده بروس ويلز أنا شايفه ولا فيه أي رغم أن بروس ويلز أصلا ما عنده الشعر لكن أنا مش متضايق لكن ما تاخدش على عيوب الابتسامة على عيوب الأسنان ضيف العزيز فعلا من كدر ما تكلم على كلمة تصميم الابتسامة ما بقيتش بقول تصميم الأسنان ما بقيت أقول تصميم الابتسامة تعالوا نشوف هذا الحوار مع ضيف العزيز الإسم البارز والمتميز للغاية في عالم تجميل الأسنان النهاردة دكتور عبدالله متولي ما فيش أجمل من الست الحلوة صاحبة الابتسامة الجميلة اللي تحس فيها بالطيبة جزء من التركيبة دي مسؤولية صناعة الابتسامة أو مصميم الابتسامة تصميم الابتسامة المعمول مضبوط ده بيتكون من حاجتين هنا عقلك وعينك عقل الدكتور وعينك فكرة أن أنا أروح لدكتور السنان وقل له وريني التصميم الابتسامة بتاعي قبل ما نبدأ ووريني تصميم زي ده كده أسنان فقط ده كده مش تصميم الابتسامة شوف بقى ده كده في الفيديو أنا مسور فيديو مش مسور صورة بص يا دكتور عيمة الفرق بين الصورة فوق والفيديو اللي تحت ده كده تعمله تصميم ابتسامة ده كده تصميم ابتسامة حقيقي يعني العيان جاي من عندي يجي ابتسامة خارج بابتسامة مختلفة متصممة من الأول وجديد في عامل مهم جداً الناس بتعملوا حساب جامد دلوقتي وعمل الوقت لأنه كمان في طب الأسنان القبل كده كان الوقت بتاع صناعة البتسامة ده بياخد وقت طويل جداً أنا بحب الشغل اللي تعمل يفضل مدى الحياة وتاخد عليه جرانتي أو ضمون مدى الحياة طب لو شفنا الحالة دي بعد هي بقت كده فقد إيه؟ فأربع خمس تيهم تصمم لابتسامة عايز قرار يكون قرار فيه أكثر من مرعاة لأكثر من جهة الوقت واضح أنه عامل مهم جداً الإمكانيات المالية عامل مهم جداً جداً وأيضاً لازم وإحنا بنعمل لازم نضع في اعتبرنا الشكل الوظيفي ضيف العزيز دكتور عبدالله بتولي إخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لماركس برايتي الأسنان عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان المصمم لابتسامة المعتمد من البي دي سي بإنجلترا أهلاً بيك دكتور عبدالله زيكاً دكتور عيد أنت من كتر ما قلت تصميم ابتسامة تصميم ابتسامة خلاص أنا حفزتها كده وبيت بقولها كده على طول لكن في ناس كتير مش فهمة مصطلح أو الإكسبريشن بتاع تصميم الابتسامة وخلينا أقولك يعني أنه هل هو فعلاً بالواقعية دي؟ تماماً خلينا اتكلم في فكرة مهمة قوي تصميم الابتسامة في منه شقيني شق تجاري وده اللي 99% موجود يعني في مصر والوطن العربي اللي هو بيجي العيان أو الكلاينت بتاع التجميل يقولك إيه لو سمحت يا دكتور أنا عايز أجمل أسناني بس وريني تصميم الابتسامة بتاعي الأول يوم الدكتور مصور لها أسنانها أسنانها بس من غير ما يصور أي حاجة تاني ويوريها تصميم للأسنان ويقول لها ها إيه رأيك في التصميم ده تمام؟ تقوله تمام ده كده اسمه تصميم ابتسامة تجاري هل ده ليه أي معنى أو ليه أي قيمة؟ لا هل ده مؤثر في الشكل النهائي اللي هيطلع؟ برضو لا تصميم الابتسامة المعمول مظبوط ده بيتكون من حاجتين هنا عقلك وعينك عقل الدكتور وعينه زوء الدكتور أنا في الحالة دي هعمل إيه؟ هطلع إيه؟ مش فكرة سوفتوير بطلع وكان زمان بقى فاكرة يا دكتور أيمان يقول لك إيه الجولدن بربورشن والريد بربورشن والتصميم الابتسامة والسنة دي تبقى قد السنة دي ودي طلع ودي دخلق كل الكلام ده كله ماشي على عيني وراسي لكن تصميم الابتسامة بالمعنى الحقيقي اللي هو أنا دكتور أيمان جايلي يعمل أسنانه يعمل ابتسامته أطلعه من عندي شكله حلو إذن أنت تريد أن تجعل إنسان من تصميم ابتسامته شكله أحلى بالضبط إحنا زي ما اتفقنا فكرة إن أنا خلي الضحكة شكلها أحلى ده مش زي الصورة اللي موجودة المنتشرة الصورة زي دي ده التصميم اللي ابتسامة المنتشر اللي هو التجاري اللي هو الجولدن بربورشن ومش عارف والكلام ده كله على عيني وراسي وكلام يحترم بس ده مش هيعمل ابتسامة ليه؟ أنت يا دكتور أيمن شايف شفاف المريض أو وشه في الصورة دي شايف أسنانه طب إنت إيش عرفك إن الأسنان المصممة دي هي دي لو بالتصميم ده هتطلع حلوة على وش المريض فإذن فكرة إن أنا أروح لدكتور السنان وقول له وريني التصميم اللي ابتسامة بتاعي قبل ما نبدأ ووريني تصميم زي ده كده أسنان فقط ده كده مش تصميم ابتسامة هوريك حالة يا دكتور أيمن دلوقتي المعنى الحرفي لكلمة تصميم ابتسامة حالة زي دي ده كده هو بيتحك حالة صعبة على فكرة حالة صعبة جدا جدا لأنه هو صغير في السن أيوة أنا لسه هقول لك الانطباع الأول اللي يوصلني إنه كبير بالضبط الانطباع اللي يوصل لأي حد إنه هو كبير وهو صغير فإحنا عايزين نرجعه لسنه لإيه؟ الطبيعي الطبيعي أو أصغر كمان من الطبيعي فلو شفنا الحالة دي بعد دي محتاجة تصميم ابتسامة بص بقى ده لازم يتصور فيديو بص يا دكتور أيمن في الفيديو هتلاقي السنان اللي تحت بتبان واللي فوق ما بتبانش وهي تكسير في السنان اللي تحت تمام إنما في فوقات ولا حالة بالضبط في حاجات كتير قوي بس الفكرة الأساسية إنه هو بيتكلم مفيش أسنان بتبان واللي تحت كمان اللي بيقوله ده أوحش يعني لو ما فيش خالص هيبقى الدنيا أحلى لو شفنا الصورة تحت ده كده تعملوا تصميم ابتسامة شف بقى ده كده في الفيديو أنا مسور فيديو مش مسور صورة بص يا دكتور أيمن الفرق بين الصورة فوق والفيديو اللي تحت ده كده تعملوا تصميم ابتسامة ده كده تصميم ابتسامة حقيقي يعني العيان جاي من عندي بابتسامة خارج بابتسامة مختلفة متصممة من الأول وجديد هنا بقى اسمه تصميم بتسامة هنا قدر أقول أنا عملت للحالة دي سميل ديزاين مش إن أنا أوريك أسنان على فكرة الراجل ده اللي عين ده أسنانه طولها عادي 10 ملي هي مش باينة نتيجة إن شفافه نازلت تحت شوية طول السنان اللي تحت في الفيديو اللي إحنا عملنا هلو مش طبيعي 13 ملي طويلة جدا طب إحنا عملنا تصميم للابتسامة وصلنا 13 ملي ده بنانا على إيه بنانا على الفيديو اللي إحنا صورنا كده ما فيش حاجة اسمها تصميم ابتسامة على صورة لازم فيديو يبقى أنا كده غيرت له ابتسامته طبعا عن طريق الفينيرز أو الكشور الخزافية في 4-5 إيام فأنا كده قدر أقول إن أنا عملت تصميم ابتسامة غير كده خلاص ده حاجة وجرية طيب وإحنا بنتكلم في تصميم الابتسامة وبنتكلم في التيرن أوفر اللي في الشكل فيه عمل مهم جدا الناس بتعملوا حساب جامد دلوقتي وعمل الوقت لأنه كمان في طب الأسنان القبل كده كان الوقت بتاع صناعة ابتسامة ده بياخد وقت طويل جدا أنا أعرف ناس من 6-7 سنين كانوا بيعندوا 9 شهور يعملوا في ابتسامة 9 شهور ده في ناس خمس سنين بيعالج في السنين ومش بس بتسامة بيعالج في السنين أنا بالنسبة لي عمل الوقت ده من أهم إن لم يكن الأهم عامل في موضوع طب الأسنان الوقت لأن إحنا دلوقتي العصر اللي إحنا فيه ده سريع جدا إنت دلوقتي عشان عيان تقنعه بتقويم محتاج مجهود جبار لأن التقويم بياخد وقت عشان تقنعه بتجميل في أربعة يام هو ممكن ما يصدقكش لأنه عنده بدهيستري عنده خلفية قبل كده إن علاج الأسنان ده بياخد وقت طويل وهيفضل يروح للدكتور لحد ما يزق منه لو شفنا حالة زي دي حالة زي دي لو ركست يا دكتور أيمان هتلاقي إن هي عاملة حشوات في سنانها دي المريضة دي إيه اللي هي بتعمله سنة بتساوس بتقوم رايحها لدكتور السنان يعادها ساعة برة وبعدين ساعة جوة يحشيلها السنة ويروحها السنة اللي جنبها تساوس بتقوم حشية السنة قاعدها ساعة برة في الريسيبشن عنده وساعة جوة بتفضل كده سنة سنة لحد لما بتبق زهقت من دكتور السنان الكيس دي أو المريضة دي في الغالب ما بتبقاش هي اللي جاية تتعالجها بتبقى جاية مع حد تاني بيتعالج فأنت بتيجي تقول لها أنت ليه سايبة نفسك كده تقول لك لا أنا ما عنديش وقت والله وعملتها وبعدين بازت تاني ما هي دي على فكرة عاملة تجميل في أسنانها وباز الحالة دي عاملة تجميل بس الماتيريا اللي مختارة غلط هي عاملة حشوات تجميلية الحشوات التجميلية بتقلب لونها وشكلها بيبقى كده في غضون سنة أو سنتين أنا ما باشتغل هي ما بحبش عامل أنا بحب الشغل اللي يتعمل يفضل مدى الحياة وتاخد عليه جرانتي أو ضمون مدى الحياة طب لو شفنا الحالة دي بعد هي بقت كده فقد إيه في 4-5 تيام هي نفس الحالة؟ هي نفس الحالة هل هل هي احنا كل المجهود اللي بازلنا معها أن احنا نقنعها أن انت شغلك هيخلص في الوقت ده في جالستين يعني دي بتجيدي جلسة بنحضر كل الأسنين والجلسة التانية بتركب كل الأسنين جلستين وتبقى الدنيا تمام في 4-5 تيام طبعا لو وريتك الفيديوز اللي احنا مصورينها بعد وهي بتقول أنا مش مصدقة أن أنا وصلت من الشكل ده للشكل ده في 4-5 تيام هي مش عمرها ما تصدق طبعا سيبك بقى من الفلجة اللي تقفلت سيبك من اللون طبعا هي هتفضل عيشة كده طول عمرها بالشكل اللي تحت ده وشكل السنان السنترال يعني هو كان ده كانت بايزين السنان السنترال كانوا بدئين من فوق من فوق رفيعين وعلى تحت تخان قوي فلنجل كده الفكرة كمان في حاجة دي حالة تجميلية بغرض العلاج يعني هي دي جاية المفروض تعمل التركيبات التجميلية دي اللي تحت بغرض العلاج أصلا قبل ما يكون في تجميل إحنا معاها بنيديها تجميل إنما دي بغرض العلاج انت تعرف هنا بقى استفدت حاجة أنا مهمة قوي 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 لما عملت السنان وصممتها أنت بشكل ده اكتشفت اكتشفت أنا في الست دي بعد طول نظر للصورة الأولينية إنه شفافها حلوة لم أرى في الصورة الأولينية شفافها الحلوة أنا مشوفتهاش الشفاف الحلوة إلا بعد عملت سنان تعالى طول أول حاجة بتركز معها الشفاف عينك بتجيبي الشفاف لا ده أنا عيني السنان غلبت الشفاف يعني أنا أساسا لما سألتك قلتلك هي دي لأنني شايف شفاف حلوة أوي التاري هي حلوة من الأول لو أنا مش شايف للشفاف الضبط أنت العين بتشوف الحاجة البيضة الأول ده هي ده بازت لدرجة الناس يا ترى عاية رغم أن أنا أساسا من الناس بتنزل للشفاف وبتشوف أبعادها مظبوطة دايما تقول يقامل فيلر في الحالة اه في الحالة دي كل ما أريك حالة يعني شايف السنان ضغط على جمال الشفاف لدرجة أنها مفيش مش مش شفاف ما شفتاش إلا لما السنان الضبط الضبط هالفكرة كلها زي ما اتفقنا حالة زي دي زي ما بقولك يا دكتور عامل دي ما بتبقاش جاية كده دي بتبقى جاية مع حد وإنت اللي بتقولها انت ليه سايبة نفسك كده لأنها بتبقى فقدة للأمل في الوقت في عامل الوقت خباكة هي مش صغيرة فما عندهاش استعداد إن هي تفضل رايحة جاية على دكتور السنان تاني انت تاخد الصورة دي تحطها كده في يعني من الصور الايقونية عن حطها علق علق ليه بقى لأنه الصورة دي يعني مش ممكن لا مش دي الاتنين الاتنين فوق بعض ايوة هم الاتنين إزاي إنه السنان قادرة على إخفاء جمال شفاف وفي وقت قد إيه بقى تعملت في يومين أربعة لأ أربعة في يوم أربعة سنين بس هم two sessions جلستين ايوة هم جلستين بزبط بس بينهم أربعة ايه بالزبط عبالما جهزنا الماتيريا نوعها ايه الماتيريا دي اي ماكس ألترا اه حبا أنا بحب الاي ماكس لأن الاي ماكس وزنه زي وزن السنين بالزبط وقوته زي قوة السنين فاللي يأذي الأسنين الطبعية يأذيها لو أنا اخترت مادة قوية قوي ولا قدر الله تخبط في السنين المادة القوية دي هتفضل موجودة والسنين أنا هتكسر اللي تحت التركيبة فأنا ببقى عايز أنا عايز أضحي بالتركيبة لو حصر أي مشكلة في سبيل إن أنا خلي الأسنين بتاعتي الطبعية سليمة يعني برضو سنين البنت لو جينا بصنا الحالة تاني معلش سنين البنت دي تاني تحسني فيها عامل خارجية قصرت عليها يعني هل هي كانت كده لوحدها باللون ده بالتخير ده كده من غير حاجة ولا كان بتاخد دوة ولا هي ايه يعني لا دي عاملين أول عامل التقدم في العمر شوية فأسنين يصفرت شوية التانية عامل الحشوات التجميلية أنا هجيب لك بقى حالة تانية العامل الخارجية هي اللي بوضع الحالة تماما حالة زي اللي موجودة دي دي أول ما تشوفها كده دكتور عيمان قولي بلد الراجل ده إيه من غير ما تفكر أنا أول ما بيجي لي أول ما بيدحك بعرف هو منين يعني أنت بلد السنان دي مشروه فيها الراجل ده منين بلد عربي أه والسنان بتاعتهم كتير فيها عيوب كلهم كده عيوبهم في السنان كتير صح وعوامل خارجية اليمن اليمن ليه بقى عشان القات بالزبط بيخزنه بالزبط اليمني الشقيقة يا جماعة مشاكل السنان فيها مشهورة جدا ده ده في كل العيادات تقعد اليمن شخص جميل جدا مهزب جدا بيقدر الطب المصري جدا أول ما بيتكلم عيوب السنان فيهم كتير قوي قوي يعني قليل قليلا ما تجد حد يمني سنانه مظبوطة إلا لو عمل تجميل بقى لكن هو وخصون الجيل الكبار شوية المسألة واضحة عندهم قوي قوي بالزبط القاط مسؤول على الحكاية دي يعني ده سنانه بايزة كده من القاط في جزء تاني من اليمن سنانه بايزة بسبب الميا الميا فعلا الميا بزبط الميا بتاعتهم نسبة الملوحة فيها عالي قوي جدا ده بقى القاط ده من العوامل الخارجية اللي ببوز السنان العين اليمني على طول يجي بالسنان بالشكل ده يقول لي ايه مبيض لسنان هي مش مسفرة هي متكلة القاط ده يعني مادة حمضية بالزبط هو أساسا بياكل كأنه ميت نار حولين السنان بالزبط هما بيخزنوها فترة طويلة من هما صغيرين فالسنان دي بتبقى نفرولة يعني إن لو عملت بإيدي كده هتطلع على حاجات دي كده ما يفعش فيها طبيعي بالمناسبة اللي بيحصل في اليمني في موضوع القاط ده شبه اللي كان بيحصل في الصين في الأفيون وتقريبا اللي وراء يعني نفس العقل نفس العقلية تعرف إن الصين والصين أفيون الاحتلال اللي كان بيحتل للصين في الوقت ده اليمن اتحربت بالقاط منذ عشرات السنين وهو عندهم كمان مش ممنوع بهم خلاص ووصل لمرحلة الانتشار راجعت إنه عيتمنع إزاي بالزبط فعلاج الحالة دي ما بيخدش وقت حكذا لسه برضو بنتكلم في عمل الوقت علاج الحالة دي ما بيخدش وقت برضو 4-5 سنين ولكن في غلطة بقى ممكن يوعى فيها دكتور السنين مع الحالات دي إنه هو يعمل قشرة تجميلية فينير بس بهتركب على إيه ده التاكل بالزبط الفنير بتمسك بالزبط لا 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 أيها الفنير بتمسك في طبقة تلمينة اللي لقاط أصلا بوزها بالزبط فلو الحالة دي تعمل لها قشرة تجميلية هطبوز دي لازم كفر كامل كراون لازم السنين تتحضر كلها ويركب كفر يحفز عليها لو شفنا بقى الحالة بعد طبعا ما هو مش مصدق نفسه يا فرحة فرحة طبعا ده ومش هيتقاصر بالقاط لا مش هيتقاصر الكراون ده مش هيتقاصر بالقاط بالزبط فلو شفنا بقى الحالة قبل ممكن لونه يتغير شوية بنضافه بسهولة هو لو غسل سنينه خلاص بس هو هيفضل كده خلاص ما فيش القاط مش هيقاصر فيه دي تعملت في أربع خمسة أيام عن طريق التركيبات التجميلية بس لازم الدكتور يبقى عارف ايه البرسيدور او ايه الطريقة اللي هيعالج بها السنين دي لان مش اي طريقة تنفع عشان ما ترجعش تاني ورجق يا جماعة قد نداء الحبيبي الشعب اليمني انهم يبعيدوا عن القاط بأي شكل من الاشكال شوفوا حل للموضوع لانه في المطالة الخطورة لو قصار جنابية في المطالة الخطورة بالزبط اه اتعامل في قديه الوقت ده أربع خمسة أيام ده حلوه قوي عشان نسيه على القلاجية دي شيء رائع وبالذات يا دكتور يمن انت برضو نوعت ان اليمن بالذات هو بالنسبة لهم الطب المصري في حتة تانية بص اليمني هو يعني اكتر شعب عربي يرى ان الطبيب المصري افضل طبيب على مستوى العالم اي حد في اليمن شايف كده بالزبط ده من زمان بيقدروا الطب ما يتعالجوش برة مصر يعني هيأ هخرج برة اليمن اتعالج اتعالج في مصر يا حقيقة وفي عدد من الطباء المصريين بيشتغل في اليمن محققيني نجاحات كبيرة على فكرة يا حقيقة ربنا يحفظهم خلينا نروح بقى لحاجة تانية مهمة قوي وانت بتأمل خطة مش لازم يقول في خطة بديلة في التصميم للسمع خطة مناسبة مناسبة وخطة بديلة ولا هي خطة واحدة ما هو انا اكتر حاجة بتدايقني في حياتي ان انا ضايع على التلينت او المريض بتاعي فرصة التجميل بسبب ان انا معرفش غير علاج واحد مكتوب في الكتاب من غير ما فكر وده بيحطني في مشاكل مع الدكاترة زمايدي ان انا ما بحبش اقول للعيان بتاعي في حل واحد مش مناسب للعيان ده فمش هيعمله فيعيش بشكل مش حلو طول عمره يبقى انا كده التأثير مني انا ممكن اقول للعيان بتاعي انا معرفش غير الحل ده فدور انت على حل تاني لكن ما اقولوش انت ملكش غير الحل ده انا اقول له لا انا بالنسبة لي معرفش غير ده كده تمام انا احترمك كده انما في حلول اخرى انا معرفهاش فاوجهه ان هو يسأل في حتة تانية لو شوفنا حالة زي دي اولا هو عنده كم سنة خمسين سنة ايه المشاكل اللي عنده كلها معظمها الليها علاقة بالتقويم الاسنين عنده سنة عنده كروس بايت عند السنترل واللاترال اللي هي اللي جنب اللي في النص طرع برا الدنيا متلقبطة ومتلقبك والنب داخل جوه قوي ايه اللي قاعدوا الفترة دي ده راجل بيشتغل برا مصر في مكان معين هو مهندس مش هيعرف يركب تقويم خلاص كان ممكن يركب تقويم هو صغير هل ينفع له التقويم اه ينفع هل مناسب ليه مش مناسب خلاص يعني هو مش مناسب ليه التقويم خلاص اقول له عيش كده وهو برضه مش لاجك يعني في حلول تانية اه في حلول تانية التركيبات ليه لأ وانا اصلا السنة اللي مين دي معمول فيها حشو عصب فكده كده هتتركب عليها السنان دي من كترة ما عملة تخش في بعض بدأوا يتلخلقهم يبقى انا كده مش بس هقصر عليه تجميلين دي انا هقصر عليه وظيفين العضة دي تخلي السنان تتلخلق العضة دي والسنان افشف بعض كده السنان بتتلخلق يبقى ده لو انا عملت له تركيبات تجميلية ابقى انا كده نفعته كشكل وكوظيفة انا هحافظ له على اسنانه ان هي مش هتتلخلق هعدله العضة لو شفنا بعد خلاص السنان بقت مرسوسة العضة بتاعته بقت مظبوطة انت مش شايف سنان تحت في الداحكة عايزين السورة قبل وبعد كده هتلاقي فوق فيه سنان تحت بينه الدنيا ملعبك في بعض تحت مفيش اسنان بينه ده كده مش حل يعني ده كده وجدنا له حل غير التقويم يبقى انا حرام عليها لو انا قلت له علاجك تقويم فقط انا كده ضيعت له خمسين سنة من عمره طيب الحالة دي اتعملت فقديه في اسبوع تمام ففكرة ان انا يبقى ليا خطة بديلة او علاج بديل ده مهمة او ان انا قدي للعين الاوبشنز هو يختار المناسب ليه فحال طب انا عندي حالة ازدحام الاسنان دي حالة برضو صعبة قوي هل فيه حلول ازدحام الاسنان بالضبط حالة ازدحام الاسنان علاجها يعني يعني ازدحام اسنان الاول عشان ناشحن نسي السنان راجب على بعض ودخلها في بعض حسن عدد الاسنان كتير عدد الاسنان كتير والفك حجمه صغير زي الحالة اللي موجودة دي الفك حجمه صغير مرسوس في عدد اسنان كتير فبلاقي اسنان طلعة واسنان دخلها دي اسمها Class 2 Division 2 هي اسمها كده بتلاقي السنتين اللي في النص دخلين له جوه واللاترالز طلعين لبره حالة مشهورة جدا دي حلها ايه تقوين طفي حلول اخرى عشان الpatient معدية سن الخمسين ومش هتعمل تقوين فيه طبعا حلول انا ليه عياشها كده طول عمرة وعمتا يعني حل التقوين في الحالة دي هتخلع سنتين هتخلع درسين الحل التجميلي مش هتخلع ولا درس فانا ارجح في الحالة دي مع سن المريضة دي مع كل حاجة يعني كوقت ككل حاجة دي المناسب لها التجميل مش التقوين لو شفنا الحالة بعد اتعرجت فقد ايه فاربع خمسة يام بقت بالشكل ده اسنانها شكلها طبيعي جدا لونها افتح نحكتها حلوة شكلها اصغر في السن كل ده في اسبوع وحل مناسب ليها مناسب لسنها وهتفضل كده مدى الحقيقة انت عرف انا دلوقتي عمت بعلم لما بتوريني حالات بالنسبة للسنان كل حالة بتورها لي بتمثلي ممثل من الممثلين اللي انا شفتهم انا من محب السينما المصرية القديمة انا بتفرج على السينما مثلا من سنة 45 انتك 45 او 44 لغاية قول 2000 وبعد كده بقى قليل بقى بنقى بقى كل فترة كده نقى في المحلو لكن من سنة 45 لغاية ده شفت سنان الممثلين كلهم ده زي سنان مين بقى فيه ممثلين شبه سنان اللي فات ده الي فات ده اللي ش... انت اللو... ده الرجل الطيب ده لو شفنا سنان اللي فاتت دي نرجح ثاني ايوأ ده فيه ممثلين مش لازم يكون مشهورين مش لازم يكون مشهورين ده فيه ... يعني شفت سنان ناس مش مشهورة في السينما لا مدل دي حالة مشهورة قوي اسمها هي معروفة موجودين دي مقفيم أنا عايز أقولك إن السنان دي دي أنا هوريك الممثل دي أنا مش فاكر اسمه دلوقتي بس أنا هجيب لك ممثل بالشكل ده بنفس السنان في السينما كذا واحد أنا ستنان أنا شخصيا كان كده وأنا عاملها تجميل أنا شخصيا نفس الحالة دي فلازم ندي للمريض الحق في الاختيار المناسب ليه أصلا بقولك الحكاية السينما ليه دي يقولك إن فيه أجيال كتيرة جدا من المصريين فضلوا كده فضلوا بسنان بايزة الفترات طويلة جدا منهم نجوم على فكرة يعني أنت تعرف إن سعاد حسني الله يا رحمه السنان اللي لعبت دور كبير جدا في ابتعادها عن وسط الفن سعاد حسني سعاد حسني مثلت فيلم بسنانها وهي بايزة تماما اسمه الدرجة الثالثة الفيلم ده اللي بوازه يعني اللي خلى سعاد حسني ما تقديش أداءها فيه أسنان مش كانت عارفة تتكلم فعلا فيه إصابات كلها فيها إصابات وعادت تعاني من المشاكل السنان للفترات الطويلة على فكرة يعني ده يمكن إنت مثلا مش متابع إنت قصة حياة سعاد حسني الله يا رحمه طيب يبقى إذا هنا في الكراوننج ممكن نعمل حاجة تجميلية تجميلية في 4-5 أيام تركيبات الفينيرز دي فينييرز على الكراوننز في 4-5 أيام الموضوع تحلل موضوع بسيط آآ العينة طائرة من الفرح مش مسدها أصلا إن هي ممكن تعيج مشكلة بقى لها 50 سنة معيها في الوقت الأوليل ده فكده واجب على الدكتور إن هو يدي حلول أخرى للمريض حسألك بقى سؤال مهمة أوي هل في حالات التقويم ما يعرفش عمالها يعني يرفضها؟ آآ إيه بقى؟ أوليل بس موجودة يعني أنا طبعا إحنا في العيادة تخصصات العين بيجي لي أنا بكشف عليه بطلع مثلا محتاج تقويم أنا ودكتور التقويم بنشتغل عليها بطلع محتاج زراعة أنا ودكتور الزراعة بنشتغل عليها بطلع محتاج تجميل بس في سنانه بشتغل عليها أنا والتيم بتاع الكراون بتاعي بتاع التركيبات السابط طيب حالة بقى أول ما جات لك والله لأ أنا مش عارف أتصرف فهالجع للتقويم فبودي للتقويم يقولي لأ أنا مش عارف أتصرف ارجع بقى أنت إيه؟ على الكراون على التركيبات السابطة يلا بقى مش أنت بتقولي التجميل والتقويم وفيه خنقى وريني هتعالجه إزاي العين ده بقى أنا بدرسه من كل النواحي أولا حالة التنمر اللي هو متعرض لها زي الحالة دي ده والده بيتنمر عليه يعني مش بس يعني مش بس أسوأ حاجة في الدنيا أن حد من الأهل يتنمر على حد بالضبط يعني أن والدك يتنمر أخوك الكبير ده حاجة رخمة أوي بالضبط فده والده بيتنمر في وقت العصبية بينهم في وقت الخنق بيقوله يعني فهم بسنينه بيشتموا بسنينه ده ما يستحقش تكون قب ده فيه ناس كده ما تستحقش تكون قب معلش أنا أنا الحكاية دي يعني ممكن تنرفز عليه جدا مهم ومالوش علاج تقويم طب ليه علاج جراحة قوة بس الجراحة دي مكلفة قوي لا هي أفش ومكزيلر بالضبط مكلفة وهيقعد في البيت ست شهور ومصاريف هي سنتين هي هيقعد في البيت سنتين بس هيقعد في البيت يجي ست شهور ولا حاجة مهما يقولك بقى أنت هتنزل بعد شهرين وشهره الموضوع رخي الحالة دي خلاص وما فيش تقويم فأنا طيب هسأل دكتور التقويم آآ انت ما فيش حال خالص نهائي يعني الموضوعات قفل بالنسبة لك قد قفل مش هتعرف ترجع عملناه طبعا إشعاد ثلاثية الأبعاد الموضوع العظم نفسه فيه مشكلة فمش هيبقى فيه تقويم فلجأنا الحل أنا بقولك بحسب بقى كل الظروف تنمر الأهل تنمر الصحاب هو في سن الجواز عايز يتجوز الوضع زميله فيش كل ده ومالوش حل تقويم فأنا خلعت له السنة اللي في النص دول وبقينا الشكل اللي احنا لسه اللي هنشوفه دلوقتي ده طيب أنا كده دخلت له ستنين وقدي كتير بص كيا دكتور أيمن الخط الأحمر اللي راسم أنا عشان أبين لك احنا دخلنا قدي بص علاقة السنة اللي في النص بالشفة فوق وتحت انت حقنت بوتوكس كمان في الشفة الفقانية؟ عرفت منين طيب عيب عليك؟ مش طبعا اتحقن له بوتوكس بس الحالة دي تشل له جزء كبير من اللذب وتحقن له بوتوكس وتخلع السنتين اللي في النص يعني احنا ضحينا بالسنتين اللي في النص في سبيل التجميل يعني بالنسبة لي القلم النفسي أصعب بكتير قوي من قلم المادي يعني انت لما في حد تعبان نفسية ممكن تلاقيه جاب مشرة وشرح إيده وعايز يتقلم هو اللي يتقلم مش نفسيا يعني مش نفسيا يتقلم مش مهم المادة مادة إيه ما الفلوس بتروحه تيجي بس هو المهم انه يبقى مبسوط بالزبط فرجعنا له اثنين وكده وهو الحمد لله دلوقتي خطب يعني مبروك يعني بعاتلي طب الحالة دي تعالجت فيها دي ايه لا دي بتاخدش وقت طويل أه اسبوعين أه اسبوع للأسة اللأسة هي اللي هتاخد وقت شوية عشرة يامه لأسبوع بالزبط عشان تلتقل يعني فالفكرة كلها ان انت ما ينفعش تسبت طريقة علاج وتعالج بها كل العينين والعلاج اللي مكتوب في الكتاب دا حاجة ومخك انت وعينك حاجة تانية عين زي دا لف على دكاترة مصر كلها بيدا يلمين بس هو الدكتور اللي عالجه بس انما ان انا اقول له ملكش عليك غير الجراحة اللي هو مش هيقدر ماديا عليها ولا هو بيشتغل فمش هيقدر يسيب شغله لأ لازم يحط له حل بديل الحل البديل دا هو اللي احنا عملين انت نورت وابدعت والله يخليك وامتعتني في رحلة ممتعة جدا في عالم اسمه عالم التجميم وتصميم الابتسامة تصميم الابتسامة عايز قرار يكون قرار في اكثر من مرعاة لأكثر من جهة الوقت واضح انه عمل مهم جدا الامكانيات المالية عمل مهم جدا جدا وايضا لازم واحدة بنعمل لازم نضع باعتبرنا الشكل الوظيفي و ما ينفعش ان انا اجور او اجي على شيء مقابل شيء ما ينفعش اجي على الوظيفة جدا فالوظيفة تبقى في خطر مقابل التجميل وفي نفس الوقت ما ينفعش برضو خلي مساحة التجميل دهيئة لازم يخلي مساحة التجميل اكبر ومناسبة مع الاحتفاظ بالوظيفة دي معادلة مش سهلة مقدرش عليها الى المتخصصين ضيف العزيز دكتور عبدالله متولي اخصائي تجميل الاسنان مؤسس لمركز برايتي لطب الاسنان وعضو جمعية الامريكية لتجميل الاسنان نورت الدكتور خليكوا داهمة مع الدكتور